عايزين شوية نقف عند قطاع الناشئين والحديث طبعا عن تولي كابتن وليد سليمان مهام جديدة ومهام صعبة جدا بالمناسبة قطاع الناشئين في اي نادي يعني في العالم بيكون هو الاساس ويكون هو البيس زي ما احنا بنتكلم ومش قصة بس يا كريم ان انا اجيب كوادر كويسة ومرنها وتبقى اولاد النادي المشكلة الاصعب بعد لما بجيب الكوادر الكويسة وبمرنها وتأكد من مستواهم ان انا اجد ليهم فرصة مع الفريق الاول دي بتبقى برضو صعبة مش كل الاندية بتقدر تحقق ده ويمكن لو جينا شوية كلمنا عن الدوريات الاوروبية فيه اندية معروفة بتصعيدها واهتمامها بقادة الناشئين ومن افضلهم يمكن كان احصائية الاخيرة كانت معمولة ودراسة كان منشستيو ينايتد وتشالسي كانوا من افضل اندية الاوروبية تصعيدا للناشئين واهتماما بهذا الملف وخصوصا انت بتتكلم دلوقتي التضارب الموجود من رؤوس الامال وتدخلها في قرط القدم وفكرة هنا المواهب الموجودة اللي ممكن ابناء النادي يعتمدوا عليها ففيه تضارب شوية لان فيه فكر وفكر عكسه فيه اندية تقولك انا مش هتمد على الدخل او الاستثمار قوي وادفع ملايين اليوروهات او الدولارات عشان اجيب لعيبة انا هتمد على قاعدة الناشئين بتوعي ودي على فكرة او ده فكرة رائع جدا ويمكن النادي الاهلي متبني هذه الفكرة بشكل كبير قطاع الناشئين عندنا في شغلة يعني على مدار تاريخ كبير بيتم الاهتمام بهذا الملف ومؤخرا طبعا كابتن خالد بيبو كمعامل طفرة كبيرة في هذا الملف ويمكن لبسنا ده وعرضنا لحضراتكم من خلال الكاميرا بتاعتنا وصورنا كمان للاختبارات وغيره فلازم الواحد دي يبني حتى انا بشوف يا كريم قدام لو في نادي حيستثمر بشكل كبير لازم برضو يشتغل على اللونج ترم بلان وهي الاهتمام بقاعدة الناشئين علشان بعد كده يبقى عنده كوادر محلية يقدر يعتمد عليها فلا ملف كبير ومهم بنتمنى كل التوفيق لكابتن وليد سليمان والاحلى من كده كمان ويمكننا وانت قلنا الكلام ده من ثلاث شهور وقت لما قلنا منتكلم عن عودة كابتن بدري رجب من الامارات ومنصبه الجديد والنادي الاهلي قلنا دايما قاعدة الناشئين مهمة قوي ان يبقى فيه الاطفال دول عندهم قدوة بيبصلها يعني انا لما بجيب لاعب كان ليه باع كبير واسم كبير مع النادي الاهلي وبعدين بمسكه قطاع زي الناشئين الطفل ده بيكون او الناشئ ده بيكون بصص له مش بس ان هو مدرب لا هو بيبصله كقدوة فبيفرق بشكل كبير جدا ممكن التعليم يبقى أسرع ممكن الاسترشاد بكل الملحوظات اللي هو بيتكلم فيها يبقى أحسن الالتزام يبقى بشكل أكبر يعني لها إيجابيات بشكل كبير جدا مهم ان يبقى فيه قدوة في الملعب فطبعا دي الجولة اللي احنا بنتفرج عليها في اسكندرية في معسكر الناشئين عندك بقى كذا معسكر حاليا طبعا بنشهده بالتوفيق قطاع مغاية الأهمية ونتمنى الأفضل فهذا الملف طبعا للنادي الأهلي تحديدا بصي خليكي وثقة مليون في المية ان قطاع الناشئين عموما عبر الزمان ما يتخافش على القائمين عليه لان كلهم بيتم اختيارهم بعناية فائقة مطلع نجوم طبعا وبعدين يعني زي ما كان كابتن خالد بيبو الحياة عمل شغل ممتاز في هذا الإطار الفترة اللي تولى فيها هذا المنصب لا نقدر نقول ان ما يتخافش أبدا بأي حال من الأحوال على قطاع الناشئين طالما كمان تم اختيار أيقونة من أيقونات النادي الأهلي حد زي كابتن وليد سليمان كابتن وليد سليمان طول عمره الحياة حتى من وهو لاعب يعني من الناس اللي في حتة لوحدها يعني تقديرا ومحبة من كل الجماهير إمكانياته وقدراته تركبته الشخصية وطريق التعامل مع الآخرين لا كابتن وليد سليمان حدوته الحياة أهلوية جميلة جدا 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 وبطبيعة الحال ان شاء الله بس بشوية وقت كده وأكيد كلنا حنلمس تطوير أكتر كمان الفترة اللي جاية واهتمام أكبر كمان الفترة اللي جاية بهذا القطاع لأن النادي الأهلي زي ما كنتم بقول لحضراتكم وزي ما نهوان ده قالت من شوية لا يقل بأي حال من الأحوال عن أكبر وأهم أندية العالم اهتماما بقطاع الناشئين وإن شاء الله نشوف جمال ونشوف خير ونشوف بقى نجوم مستقبليين بيتم تصنيعهم حاليا إنجاز التعبير في خط الإنتاج الجديد اللي هو طبعا قطاع الناشئين فكل التوفيق لكابتال وليد سليمان